موسيقى صباح الخير عليكم اخياتي اخياتي لا تبخلوش على اخياتكم سانة باللايكات والتعليق يلا اخوتي شجعوني شجعوني وتابعوني على انستغرام سانة الهضة عادي سورج واحد الفيديو بغيت انا اهضر معاكم وانا اقول اجد طيب عادي مستعد فيها وانا يجبني رأسي ونستطيع ان اخذر اختيتني عن موضوع هذا الموضوع مثل ندر اسرقة الاطفال لكل الهر احنا مستجين quciا فهنالم يستجين قلم ولكن هذا كل ما سرقه النا يستطيع استطيعنا مكينة لولادنا نحن لا نعرف حيث ان ام لا تقبل تمشي لديها و توقفي و تقول لها والدك سرق الولدي ستيله ستذهب عند مرة اخرى و تقول لها ويلي هذيك بنت الجوع جيدة تهدر على قلم درهم ولا ستيله و تقدر تقطع معك اللغة و تقدر موقف و لكنها لم تذهب على الجات الموضوع و تشوف ولدها ما هو الاسباب التي يجعله يشفر هذي القلم مهم يومي جيت نهتر معكم و من بعد ما ستقول لها ستقول لها حاجة اللي تسوي 500 درهم و ستقول لها حاجة اللي تسوي 5000 درهم و ستقول لها و زيد و زيد و زيد و زيد و ستقول لها واحد شفار المحترف و هذا هو المشكلة في بعض الامات اللي يأخذون واحد الاسم شريف هو اسم ام اللي لا يستحقوش نجينا نهضر على هذا الموضوع اللي ولدتنا سيكون من الاسباب بعدم الاحتياجات الاساسية للطفل ما كانوا يوكلوهش مزيان ما يلبسوهمش مزيان ما عاشوش واحد واحد الفئة واحد المرحلة من العمر ديالهم عاشو في واحد الظروف قاسية هذا الشي يقدر يخلي الوليدات يسرقوا البخل واليدي واليديه 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 و ديالي البخل ما ينبسوه و لا ينبسوه و يجب ان تكون الحالة المادية و لا يوجد حالة المادية كثير من الشخص و ينبسوه و ينبسوه 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 وزيد وزيد بالثفت الحوايس ولكن نحن نريد أن نردوا الوليدات ليس لديهم العقاب ولا نضربوهم ولكن نفس الوقت يغيروا يجب عليهم الغيرة ولكن نحن نريد أن نعرف المشكلة بحال أن يأتي عندك شيئ أم ومثلا ولدك يدخل عندك بأحد القلم ليس تقول لي وصفي عندك ليس تقول لي تقول لي أستاذ والدي ولا أغدسه والصديق والذي أحدك وصوله لذلك توقع بعض المرات أنا والدي كان يقول لي شوف الحاجة المشكلة لا تدخل في العطخوس ومثلا كان يجمع قلم في العطخوس ويجمعوا الأدوات لأنني كنت توقع عليها ستجد القلم لك أترجع عليه ولدي رقيت هذا القلم وأغدسه والصاحب ويجمعوا الأدوات لا وخبيه في الدار كيف يخبيه في الدار هذا هو السؤال بالطبع لماذا تقول لي لن يخبيه قلم ويجمعوا الأدوات ويجمعوا الأدوات ويجمعوا الأشخاص لوليداتنا. انا جيت نظر على هذا الموضوع لانه والله لك يدر في القلب. اه مشي حيث مشى لي نقالان بدرهم ولا استيلو ولقومة. حاولوا حيث ركي نيشي امه هت مشي تقولي لي ها ارديت بولدك الدالي ارى تبغي تطلعك. نطرداش تقولك واستيلو بدرهم. انا مشي استيلو بدرهم. ارى انتي اللي غتوحيف ولدك ولا بنتك. انتي اللي غدي تعيشي مع واحد غيولي غيك يشفر غيولي شفرك حتى انتي. حيث انتي اللي كده عيني انتي اللي غدي بدا بك. هاد شي اللي بغيت نقول لكم احبابي ما يمتمنى يكون نعجبكم هاد الموضوع اللي هترت فيه على السرقة الاطفال. والله يخليهم لينا والله يهتيهم. ومزيال الانسان يشوفوا ليداته. وعلموهم اه حتى واحد القضية انا كنعلم على الولدي تركبه في الطاكسي اعطوهم وما يخلصوا. اعطوهم وما يشيروا رقوتي. دائما يكون الفلوس فيه دديهم. خبيوا عندهم. انا بعد المرة بقول لولدي خبي عندك اولدي هاد هاد الفلوس انا محتاجاهم. مرة ما كان عقلش. خبيوا عند ولداتكم فلوس. مرة ما رطيحوا الفلوس في الارض. وخلوا هو يجيبوهم ليكم. علموا ولداتكم. اللي الصغيرة غايز الكبيرة. إلا جابلك عشد ريال ولا درهم. غدارة غديها زكتر. آآ علموا ما تسدوش عليهم. تعلموش تسوار دي ما تسدو البيبان. وتخبيوا على ولداتكم. حتى اياك تخلي ولداتكم يشفروا. ويسرقوا. آآ مهم. نتمنى نكون هاد شي انا كنحاول رمشي موضوع وهي يأتوا ولا شي حاجة ولا كدك الشي حنا تربينا عليه من من والدينا. وكن طبقوه في ولداتنا. فحتى انتو ما تقدروا شي حويش تكون وما انتباتوش ليهم. جبدناهم اليوم موضوع. وهاد شي اللي كعين. ده ما جيت ننظر لكم على موضوع آآ آخر هو الغداء اللي غندير اليوم معكم ديال الطعمية. هاد الغداء متداول عند الميصريين. وحتى الناس ديال المشرق. آآ هاد الغداء احنا بزاب حاقرين هاد الفول يابس. هاد الفول يابس احنا كنعرفوه آآ غي بيصارة احنا بغاربة. كنديروه شربة رائعة بالزيت البلدية والعودية يا سلام. ولكن اليوم احنا بتعليكم كأكلة اللي ما غا تحتاجوش غاع آآ يعني كأكلة متوازلة متكاملة اللي فيها آآ هاد طعمية هادي كيف تروا بها الصبح. احنا دائما كنتعجبوه الطعمية كيف تروا بها ولكن عندها ندام زافت الفوائن. كتعطي الطاقة الجسمي اللي تقدر تلقي وقفر ما روشين ساعة ما روشين ساعة كتعطي واحد طاقة. مويم هالبنات قبل ما نهدر لكم على نهدر لكم وزيد تعمق لكم فها الطعمية فا آآ كتحتاجو آآ نسكيلو ديال الفول كتفزقوه ثمانية ديال سوية ليلة كاميلة كتجيبوه ورق ديال النعناع والباطل. كتطحنو هاداك الفول طرور كما قد لكم الليلة كاملة تفزقوه كما قد روشين شبيع البلع الملحة وكتزيدوه اه 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 احتياري الكامل ايضا الكامل والملحة. انا سترجم لكم اختياري الكامل ايضا الجسمي او الغلاء والبصال والاقصة والكامل والبزار واستكيجبيع. اصافي هنا يقضي في العرب او الزيالة ما غان ديالك تخلي لوالو هتشوفوها خفيفة ودقولو انت كتجم لنا ساعة لأولوكيش لايهيه ايش كتجم زيانة او 1 ساعة او 4 ساعة قم مغانا حتى 3 سائلة ونقضروا في خلاجة تقليوه اساسين تجيب لك اختيارات هل تجيب لك يحسون لا تكون معه لنا ولا تتحنوا تجيب عميك نااشف و تفزقوه تجيب واحد المقلة تتتحنوها بالزيت تجيب نار عالية و تجيب هدك فول عندك وجوج اختيارات اما تدوزو في الزجل اما تقليه بحالكتها انا غدير جوج زجلة وغنقليه بحالكتها ولكن واحد القضية ارى ما كديت فرتس بتشي حاجة غينت وما بيت جوا وتقليه وما كتشربش الزيت بز بينها الطعمية ما كتشربش الزيت كتاكلوها ناشفة مختلفة من البعض ما كتحسو بها حمارة مزيعة من الجوانب كتقلبوها مباشرة تحسو بها حمارة مزيعة ما كتجيش هي الطريقة ديالا بحال معقودة ولكن بنينا كتجي بحال الحم مدق ديالا وتمي كتقليها في الطريقة كتعطي واحد البنة رائعة وتمارك الله را كتشبع وكما كتلكم مغدية الناس ديال حق اللي عندهم مشكل في الفقر الدمت الكوليستيرون الناس اللي عندهم مشكل في الكالي او الكلاوي الناس اللي عندهم دياليزم زيالة لهم يعني عندها فوائد عديدة وصحية صافي هنا هي قليتة وما تبقى غدو جمزة ما في السمسم وتبارك الله را كتزكاه إلا كنتو غي ثلاثة من الناس ما ديروش نسكيلو ديرو غيقل ان نسكيلو تبارك الله را غدي حط لكم تبصيل تبصيل ديال الطوص والناس لقتوا ببيتات هاتش اللي درت في الغداء ودرش واحد السلاطة كنت غدي ندير فطور ميصري ونضغدو بيه ودبا نحط لكم الرابط را فيتا شاركت معاكم فطور ميصري ودرت الفول مي دميس وهذا ولكن بزاة فعلينا هاتش اخوتي ما مغناش تضايع بلكم دير غيط طعمية لغداء وعجنت شويات البطبوت إذا ما في بلاست العيش وصافي هاتش اللي كان تبخلوش عليها باللايكات صافي اخوتي كتبقى وتكتعمروا المقيلة وكما قلت لكم ما تقوش كل مرة تحركوها انت تحسو بها حمارة مزيان من جوالب را تقلبوها موسيقى اخوتي غدي نشارك معاكم واحد صلاطة اللي رائعة بالخيار هما كيقولوها الشاميين اللي هما درت ميلونج ما بين المصريين والشاميين والمغربين ايو تحية لناس ديال الشام والناس ديال الشرق كاملين وتحية لناس اللي متابعيني العراقيين حتى وما الناس متابعيني كنقولهم شكرا لكم على المتابعة وموسيقى 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 اهو الليبيين تبعيني بالتيك توك موسيقى اه جيت نمركم بعض طريقة كتجيبو الخيار كتنقيو وكتحكوه في الحكاكة الغليظة وكتزيدو عليها وما كيدلو ليه بالزبادي انا درت دعنوهم السوس وكتديرو دريز ديال التومة ومليحة وشوية البزاوش عصة وشوية الحمض هذا كيبقى اختياري كيقولوليها خيار باللبنة فانا درتها بدعنو بالسوس حلا بلاست اللبن مهمة خوتيها ديال غديوة ديالي كتجي رائعة وصحية غديوة متكاملة جربوها وردو عليها الخبار ودرت البطباط ودرت ديك السلاطة منعيشة صلقت ببيضات فهذا غداء متوازن متكامل وصحي 100% دول اهم واقتصادي دول اهم قا حنا يقافت شي كامل الاقتصاد وعدمه الليين في صحة ديالنا